خلقي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وحييكم أيها السادة المشاهدون أجمل وأطيب وأرق تحية وأقدم لكم الملف السوري لهذا اليوم وضيفي لهذا اليوم هو الأستاذ زهير سالم مدير مركز الشرق العربي في لندن فباسمكم أرحب به أجمل الترحيب أهلا بك يا أخي أستاذ زهير لدينا بعض المحاور هنا فيما يخص رمضان في الشام والدعوة للهدنة التي طرحها بان كيمون وكذلك طرحها أحمد الشمري وتفجير الضاحية الجنوبية في لبنان وتغيير القيادة القطرية في سوريا وطارد فاروق الشرع وهل المجرة هذه المحاور نريد أن تطلع الشعب السوري الشقيق عليها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نحن بين يدي شهر الرمضان الفضيل شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار شهر الأمن والأمان والسلم والسلام على المؤمنين والمسلمين جميعا إن شاء الله بعض الناس وضع خطة بعض الدول والقوى في هذه المنطقة وضعت خطة قالت سنحرق المنطقة هم ظنوا أن بإمكانهم أن يحرقوا المنطقة وينجوهم من الحريق عليهم الآن هؤلاء الذين أرادوا أن يفعلوا ذلك أن يعيدوا حساباتهم اليوم أخي نبيل دعني أقول بكلمة واحدة لكل أبناء المنطقة لكل شعوب المنطقة هناك في المنطقة تياران أساسيان تيار يؤمن بصندوق الاقتراع المعبر عن إرادة الجماهير عن إرادة أبناء المنطقة وتيار يؤمن ويدافع عن حكم البستار العسكري المتغطرس الذي يريد أن يفرض نفسه على رؤوس الناس بقوة السلاح الذي اشتروه والذي خزنوه ليدافعوا به عن أنفسهم لا لتنكسر به إرادتهم الآن المعركة التي تدور في مصر والتي تابعنا بالأمس أظن بلغت الضحايا إلى سبعين شهيدا تقريبا والمعركة التي تجري في سوريا والمعركة التفجير الذي يحصل في العراق أو في لبنان كل هذا هو دفاع أبناء المنطقة عن إرادتهم بهذه الطريقة يجب أن ننظر إلى الأمور وأنا هنا أنادي على كل الذين يحبون أن تعيش هذه الشعوب عزيزة كريمة كل أنصار صندوق الاقتراع كل الرافضين لحكم البستار العسكري أنصار صندوق الاقتراع مهما كانت مذاهبهم مهما كانت هوياتهم مهما كانت توجهاتهم عليهم أن يتحدوا لأن صندوق الاقتراع هو المعبر الوحيد لهم لكي يحققوا البرامج التي يؤمنون بها إن لم ينجحوا في هذه الجولة من الانتخابات يمكن أن ينجحوا بعد جولة أو جولتين ولكن تبقى الأبواب مفتوحة نحن رضخنا تحت حكم هؤلاء المستبدين عسكر مصر عسكر سوريا عسكر العراق كل هذه العقود الطويلة لا تحقق برنامج ولا حصل تقدم ولا حصل ازدهار ولا شعر الناس بالأمن والأمان أنا من هذا المنبر من منبر هذه القناة الكريمة أحاول ونحن بين يدي رمضان أن أفصل المعركة لتستبين سبيل المجرمين حتى لا يدجل علينا أحد لا نريد لأحد أن يدجل علينا ولا نريد أن نمارس أي نوع من الضغوط على الناس لنكن جميعا مصطفين خلف صندوق الاقتراع ندافع عن الإرادة الحرة لأبناء الأمة بغض النظر من الذي سينجح نحن ندافع عن قانون اللعبة مستقيم يعطي الفرصة لكل أبناء الأمة بالتالي بعد أن يذهبوا إلى صندوق الاقتراع لا يجوز لأحد أن يمارس الشغب على هذا الصندوق من هنا من هذه الحقيقة أعود لأتحدث اليوم عن التفجير الذي حصل في الضاحية اللبنانية في الضاحية الجنوبية في بيروت يعني بعض الناس وأنا أتابع بعض الناس ينظر إلى هذا على أنه نوع من أنواع أسمح لي أقول للانتقام التعبير عن الألم التعبير عن الجزاء لما يفعله حزب الله بالناس أنا من موقع من تعتقد وراء هذا؟ يعني ستكون إحدى القوى عندك من عند مفتوحة من عند إسرائيل عند داخل خريطة الصراعات اللبنانية لا عند المؤثرات السورية أنا حتى الآن لم أسمع إلى أن هناك فريق تحمل أدعى المسؤولية لكن أنا أقول هذا الفعل نحن بالنسبة إلينا من منطلق أخلاقي قبل أن يكون هناك منطلق سياسي قتل الناس الذين لا علاقة لهم بالحدث يعني الرسول صلى الله عليه وسلم استنكر قتل غير المحارب لما رأى مرأة مقتولة ماذا قال في الاستنكار على سيدنا خالد قال ما كانت هذه لتقاتل القتال إنما يكون للمقاتل لا يكون القتال للإنسان المسالم تقول لي هم يقاتلوننا يعني نحن الآن نوضع في مواقف صعبة في مواقف محرجة هذا الذي أراد أن يحرق سوريا وهدد بإحراق سوريا هذا الذي أرسل جنده وعصاباته لتقتل المواطنين الأبرياء الأطفال النساء في سوريا في حمص في حلب كأنه لا يدري أن هذا الفعل الإمام الشافعي يقول يعني من يزني يزن به ولو بجداره يعني ومن يقتل يقتل ومن أخذ بالسيف كما هو في الكتاب المقدس في النجيل ومن أخذ بالسيف بالسيف يؤخذ إذن هذا أنا لا أبرر التفجير ولا أدافع عنه لكن أوضح هذا الذي يجفع المنطقة إلى الحريق الآن خميناء الجالس بعيدا ويظن نفسه في منجة سيصل هذا الحريق إليه أيضا سيحرق تحت الرجليه لكن نحن أبناء الشام الآن سوريا ولبنان نحن ننظر إليهما تاريخيا على أنهم خريطة واحدة بلد واحد ما هي المصلحة الآن في هذا الاقتتال الذي يشب ما هي المصلحة في أن ندمر على أنفسنا لبنان كما يدمرون علينا سوريا لابد أن أقول بأن هذا الفعل قد وصل الآن تحت أقدام حسن نصر الله قد وصل إلى اللبنانيين في الضاحية الجنوبية عليهم أن يلجموا هذه التفجيرات بفعل إيجابي أن يشجبوا القتل الذي يجري في سوريا أن يتوقفوا عن ممارسة القتل في سوريا أن يتوقفوا عن الذهاب إلى سوريا لأن هذا هو الطريق لا بد لك لكي توقف القتل أن تتوقف عنه لا يمكن أن تعطي لنفسك حقا ثم تمنع منه الناس أنت من سن سنة فعليه أن يرضى بها أنت الآن تسن هذه الطريقة بأن الحسابات تصف بالقتل بالتفجير بالصواريخ بالقوة إذن سوف تجد نفسك سوف تجد منطقتك سوف تجد حيك وأنا لا أقول تشجيعا على هذا أعيد كلامي أنا أقول تبيانا وتوضيحا بأننا لا نريد أن نجد أن هذه المنطقة منطقتنا بلدنا جغرافيتنا أهلنا يتزلزلون بهذه الطريقة فكأن الأرض قد رسلت ما رأيك بما أرسله حسن نصر الله إلى طهران أرسل وفدا يقول له أن مقاتل حسب الله وعوائلهم بدأوا يتذمرون من الحرب في سوريا ما رأيك بهذا؟ يعني هذا تعبير الحقيقة أنا أعلق على هذا أول شيء هو تعبير عن واقع هو لا بد أن يرسل تقارير دقيقة لأصحاب الأمر وأصحاب الشأن لأن حسن نصر الله بيعتبر نفسه وهو أعلن هذا أنه جندي في تلك المدرسة في مدرسة الولي الفقيه فهو يحاول أن يطلعهم على الواقع والذين الآن يعني الذين أنا أعرف أن الكثيرين سيردون عليه ويقولون لي كأنك يعني تتباكى على من أصيب من رجال حزب الله يعني أنا أعرف أن الناس ولا ترى ما يجري على بني قومك سأخطب بهذه الطريقة حسن نصر الله هو عندما يصل الذين قاموا بهذه التفجيرات أو يمكن أن يقوموا بها يفكرون هكذا عندما يشعر اللبنانيون من أتباع حسن نصر الله أنهم يدفعون ضريبة أفعاله وضريبة أعماله ربما يعيدوا التفكير في المشهد والآن بالفعل اللبنانيون بين يدي رمضان وهم الآخرون يصومون سيجدون غدا أن رمضانهم رمضانا مقتنفا هو رمضان الخوف رمضان الحيطة رمضان الحذر رمضان التحسب رمضان القلق وهذا سوف يجعلهم يقولوا من الذي أوصل كل هذا إلينا الآن استهداف الضحية الجنوبية ولا أنا لا أعرف من استهدفها هو رسالة واضحة لسكان هذه الضحية الجنوبية أنكم إذا كنتم مصممين على قتلنا وذبحنا فهناك على الطرف الآخر من سيعاملكم بنفس الطريقة من سيرد عليكم بنفس الطريقة نحن نريد أن تتوقف عملية الذبح والقتل من جميع الأطراف ندعو إلى وقف عملية أكرر السؤال من تتوقع وراء ذلك بالنسبة لإرساله يتعرض لضغوط داخلي حسن نصر الله في قوى لبنانية قوى من حزب الله لا تريد أن تذهب معه إلى الآخر يعني أول شيء قوى شيعية دعني أقول في لبنان في المحيط العام للشيعة ثم في صفوف حزب الله لابد أن يوجد فريق من الأقلاء بالتالي هو يريد كما قال مرة أنه أراد وهذا أنا سمعته منه وليس أنا أقوله قال أراد أن يقنع الناس أن يقنع الناس بألا يطلق الرصاص في المناسبات والأفراح تعرف هذا يعني أخذ الله فأتى لهم بفتوى من المراجع في قم وطهران والنجف وكربلة قال لأن الناس ما سمعوا منه فهو أنت تسألني سؤال مهم فهو أرسل يأتيهم بفتوى من هذه المراجع في قم وطهران والنجف أن هذه المراجع تقول لهم لا يجوز أن تطلقوا النار في الأعراس هو الآن يريد أن يقنع الناس أن من واجبهم أن يقتلوا السوريين وأن يذهبوا لقتال فالآن عندما يرسل هذه الرسالة يقول للسيد الولي الفقه والمشتقين منه بما فيهم بالأمس يوم الجمعة الماضي كان أحمد خاتمي يتحدث عن مصر ويشجب الأخوان المسلمين أو يشجب الفريق الديمقراطي في مصر يريد من هؤلاء فتاوى هذا السر ويقول لهم الناس عندنا مترددون الناس عندنا قلقون بدأ الناس يتململون ماذا سيجيب أولئك ماذا تتوقع أن يكون الجواب يكتبون رسائل قوية بلغات قوية بيانات قوية يقول للناس اقتلوا تقدموا يعطوهم فرمانات سقوك للجنة جوازات سفر للجنة كما في مرة في هجوم على منطقة في العراق كان معهم جوازات سفر للجنة فسيقومون كان أخمين يعطيهم مفاتيح للجنة أيوة فسيكون عندئذ سيكون عندئذ هناك ردة فعل إعلامية بصيغ تبشيرية فتاوى من خمينائي من أنصاره تدفع هؤلاء المترددين إلى أن يتركوا التردد وأن يحزموا أمرهم وأن يستمروا في هذه الحرب القاطعة الظالمة التي يشنونها على سوريا ما رأيك بتغيير القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي في سوريا؟ والله هذا التغيير يعني ذكرني بيت شاعر القديم يقول نرقع دنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يبقى ولا ما نرقعه فبشر الأسد يريد أن يرقع وضعه المنهار يعني هي القيادة القطرية والحزب البعث ما مكانته في معادلة سوريا الحاضر الماضي والحاضر والمستقبل نحن ندرك كل السوريين بمن فيهم البعثيين يدركون أن وزن حزب البعث بأفراده وقواعده وكوادره وقياداته كما تفضلت يعني أنت ثقلت الميزان قليلا بوزن ذبابه إذن ماذا ينفع الآن في هذا العمل الاستعراضي أنه يقوم فيخلي أو يغير قالوا عملية تجديد ليست القضية عملية تجديد لأنه تم حل أو صرف ما نقول حل لا تم صرف كل القيادات القديمة كانوا 15 شخصية في القيادة القطرية صرفهم جميعا إلا هو الشخص الوحيد يعني سبب المشكلة في سوريا هو بشار الأسد فهو صرف الأربطاعش اللي يعني كل واحد فيهم في عندنا عبارة يقال فلان حضرت لا بحل ولا بيربط فهؤلاء جميعا يعني الحضاريط إذا صحة العبارة الذين لا يعني فاروق الشرع ما هو جلس في بيته الأحمر أظن من فترة طويلة كانت الإشاعة أنه معتقل سعيد بخيتان الآن تم صرفه من القيادة القطرية وهكذا دوالبهم تم صرف كل هؤلاء الأشخاص وقيل بأنه تم اختيار طبعا كلمة اختيار عليها إشارة استفهام من الذي يختار قيادة جديدة فيها رئيس الوزراء للأظن اسمه الحلقي وائل الحلقي وائل الحلقي ورئيس مجلس الشعب اسمه اللحام هكذا وفيها يعني امرأة واحدة والله مش عارف إيش اسمها يعني شكلوا وزادوا العدد واحد وعادوا تشكيل أنفسهم كنوع من أنواع أنهم يريدون أن يجروا تغيير أو إصلاح أو تعبير أفضل عن أنفسهم من خلال هذه القيادة أنا أقول يعني هؤلاء الذين تم صرفهم من الحزب أو من القيادة القطرية لو كانوا يمتلكون الحد الأدنى من الوعي والكرامة والكرامة لكانوا قد سبقوا إلى أن يحتفظوا لنفسهم ورقة عند شعبهم عند هذا الوطن الذي يعني طالما أمرعوا فيه ورتعوا في لحم بنيه أن يقولوا نحن انسحبنا نحن غادرنا نحن تركنا ولكنهم آثروا أن يبقوا حتى وصلهم منجل الحصاد فحصدوهم والآن هم خارج الإطار طبعا هؤلاء بعضهم له مواقع أخرى في الدولة ليسوا جميعا موقوفين على هذه القيادة القطرية لكن الملاحظ أيضا أخي نبيل للمستمع الكريم أو للمشاهد الكريم أنه طبعا القيادة القطرية السابقة كان كثيرين من أعضاءها قد أخلوا يعني مثلا كان هشام باختيار واحد منهم سلم ومضى قتل في خلية الآزمة صهر الرئيس آصف شوكت كان واحد منهم أيضا فهي مخلخلة أصلا في تركيب الشرع كان شبه معتزل جالس في بيتهم ما زال فكونوا يعني عزل الآن اللي ليس هناك جديد كانت هي القيادة القطرية مخلخلة ما هي المرحلة التي ينتظرها الشرعناه الآن يعني هو لا يريد أن يفعل شيئا لا يريد أن يتحمل مسؤولية فيها مخاطرة عنده بعض المكاسب الشخصية فالموازنة بينه وبين النظام هي هذه أنه أنا خارج اللعبة لا أريد أن أتحمل مسؤولية ولا أريد أن لأنه لو انشق رح يصادر أمواله المنقولة وغير المنقولة وكذا 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 فسيتسبب له على صعيده الشخصي بمشكلات وبدو يطلع بره وهذا يقول عنه طويل وهذا فهو يعني آثر السلامة بشخصه يعني على طريقة عبد المطلب لما قل له لأبرها أنا ربه الإبل يعني هو عنده هالشيء اللي جناه واستطاع أنا يعني لا أستطيع أن أقول لكن كل مكاسبه الشخصية وما في واحد كان مع هذا النظام لا أحد يقنعني أنه في واحد شخص واحد اشتغل مع هذا النظام من أجل شيء غير المصالح الشخصية يعني لا أحد يدخل لتنظيف المجاري والانغيماس فيها من أجل لا شيء هذا مستنقع نتين كان يسيطر على كل سوريا وكل الناس كانت منغمسين من الذين يعملون مع النظام كانوا منغمسين به فالآن هو مرابط في مكان ما هناك خيط أو خط بينه وبين النظام لأن النظام بيعتقل أمام الرأي العام يسبب له مشكلة وأنا سمعت له مرة صحة أنا لا انشق ولا أغادر البلد لأنه يريد أن يحافظ على مكاسبه هو أقل من أن يتحمل مسؤولية انشقاق أو موقف في مواجهة هذا النظام لدينا التسليح المعاربة السورية هل هو موضوع إعلامي أو موضوع حقيقي؟ والله يا أخي نبيل يعني أنا هذا الموضوع يحيرني حقيقة الأمر وأنا لا أريد أن أكون من الذين يعني يشيعون التشاؤل بالأمس في مجلس الكونغرس اعترضوا على تسليح المعاربة هذا الذي كنت أريدنا أي وقالوا أن الأسلحة ربما تذهب إلى الأيدي الخطأ وهذا ما لا يريده الشعب الأمريكي طيب نعم يا سيدي إذن البارحة في الكونغرس حبست أموال الأموال التي خصصت لمساعدة السوريين حبست وطبعا هذه الذريعة جاهزة وقالوا لا صحيح لا تأكل مأسوم لا تأكل وصحيح لا تقسم نحن لا نريد أن نساعد السوريين بأنفسنا ولا نريد أن نسمح لهم أن يدافعوا عن أنفسهم فعليهم أن يموتوا يعني في هنا منظمة أو مجموعة بسمها لستوب وور يعني أوقفوا القتل إلا في سوريا شعارهم أقتلوا 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 وهؤلاء الذين المثقفين وبريطانيين ويساريين وكذا الذين يرفعون هذا الشعار بيدنهم أنهم يدفعون إلى القتل والقتل والقتل ويجدون أن الحل الوحيد في سوريا هو القتل أن يقتل كل مواطن سوري يرفع رأسه لينادي بالحرية والكرامة أنا رأيت على التلفزيون السوري ما تفضل به الدكتور حسن عبد العظيم لكن أنا كمراقب محايد لم يعجبني طرحه ماذا تقول؟ يعني أنا سأعلق على الكونغرس أفضل ما أعلق أي بعدين أعلق على الكونغرس الكونغرس الآن حتى أقول لماذا أنا أقول بأنه هي عملية إعلامية الكونغرس الآن حبسوا الأموال الفرنسيين بعد ما كانوا مندفعين ويطالبوا العالم ونريد أن نصلح للمعارضة السورية وبدنا نأخذ قرار من الاتحاد الأوروبي برفع الحضر عن تسليح سوريا عشنا هذه المعامة صار يخرج علينا أولاند نحن منحكي بلغتنا البلدية بيتفتأ بيتفتأ يعني كل شوي بحك براسه ولازم تعمل المعارضة السورية ولازم هذا نسميه كلام تفتيئي يعني يقترح شروع كاميرون نفس الشيء قرج وقال بعدين أنا المحافظين والآخرين ما وافقوا لي هذه الدول الثلاثة الرئيسية لا تريد أن تقدم شيئا طيب اسمح لي أمشي مع المشاهدين خطوة أخرى الأمام أنا من فترة سمعت سيد رئيس هيئة الأركان المشتركة يونادي صار عملية التبشير بالتسليح كأنه جزء من الدعاية الشخصية للإنسان كأنه دعاية انتخابية بس واحد يقول للسوريين السوريين متعطشين يدافع عن مشروعهم في حمص يدافع عن أهلهم في حمص يدافع عن أطفالهم في حمص يدافع عن أطفالهم في كل سوريا يدافع عن رمضانهم فكل ما بواحد يجي يطرح زعامة جديدة بيكمش هذا الماكريفون ويخرج به على رؤوس الأشاد وينادي وصل السلاح الحديث وصل السلاح المتطور سلحونا سلحونا استمعت هذا من فترة 15 يوم وأنا قلت لك يومها هنا هذا عمل فيه من الترويج الإعلامي أكثر مما فيه من الحقيقة البارحة أيضا كنت أسمع هذا من السيد رئيس الائتلاف الجديد وهو يقول وصل السلاح أنا لا أنكر أنه ولذلك لا أريد أن أكون عدميا أنه لم يصل شيء لكن الذي وصل ليس بحجم هذه الدعاية هذا واحد اثنين كل دول العالم تعلم أن السلاح ليس مادة إعلامية الحديث عن السلاح والتسليح ليس مادة إعلامية ليست مادة للترويج الإعلامي متى وجدت الإنسان يتحدث عن أمر ما بكثرة فاعلم أنه يريد أن يستخدمه لا أن يضعه موضع التنفير لذلك أنا أشعر الآن أن الذين يتحدثون طيب أنا أريد أن أرى التغيير على أرض حمص إذا وصل السلاح الحديث والتحديث السلاح النوعي أنا لا أظن أن الناس في سوريا من الجيش الحر تنقصهم الجرأة ولا تنقصهم القدرة كان ينقصهم الأدات الأدات إذا وصلت يجب أن يفك الحصار عن حمص وهذا ما لم يحصل من هنا أنا أقول للسادة المشاهدين عندما يسمعون أن هناك سلاحا قد وصل وأن السلاحا قد وصل إلى سوريا وأن يضعه كنا نقول عندنا لعبة لما واحد يقول له كب نصه بالبحر وعطي تنتين لجارك وكذا بعدين مشان يحصل الحقيقة فهذا الكلام أرموا نصفه في البحر ثم أرموا نصف النصف في سلة المهملات ثم تعرفون مثلا كم بارودة أو كم طلقة وصلت إلى سوريا أمريكا الآن معنى معلومة أن أمريكا لم تسل حتى الآن فرنسا لم تسل حتى الآن بريطانيا لم تسل حتى الآن إذن ما هو حجم هذه البروبغاندا التي يطلقونها حول وصول السلاح النوعي المتطور الذي يمكن أن يغير المعادلة على الأرض السورية سؤال يبقى مفتوحا على الذين يحاولون أن يمارسوا علينا أنا لا أحب أن أضلل شعبا ولا فردا ولا جماعة أنا أريد أبناء وطني كلهم مهما كانت مذهبهم واتجاهاتهم أن يكونوا واعين يسمعوا الخبر بعقل ويمحصوه بعقل ويدرسوه بعقل ويردوه إلى أصوله وفروعه كل هذا يجب أن نكون عقلاء نحن أم مطالبين دائما بالتفكر وبالتعقل جاءنا كتاب من ربنا يقول لنا تتفكرون تعقلون تذكرون تتدبرون كل هذا منهج هذا منهج نحن لا نجري وراء الشائعات لا يحملنا التيار لا يحملنا السيل السيل ماذا يحمل السيل؟ يقول لنا القرآن الكريم فاحتمل السيل زبدا رابية الشيء اللي بطوف على وجه السيل عندنا العام بقوله بسنت الغلا بطوف على المي يعني هذا الإنسان الخفيف اللي ما له قيمة أيوة أي تيار بيجرفه يجب دائما على كل شيء كل شيء يأتيك حتى في أمر دينك لما بيجي واحد قال الله قال رسوله لا تقبل منه إلا أن تعود أصل الحديث من أين هذا الحديث ماذا قال العلماء في هذه الآية يجب أن تفهم يجب أن تتعلم نحن ونحن الآن بين يدي رمضان أنا أدعو كل المواطنين السوريين مهما كانت إلى العقل إلى التعقل إلى أن يضعوا الأمور في أنسبتها ألا يخدعنا مراوغة أنا لا أريد أن يراوغ على الناس ولا أريد لأحد من الناس أن يراوغ عليهم يجب أن نضع كل الأمور كل الخبر بتسمعوا في فن نقد الخبر كيف تعرف الراوي عندك نقد السند ونقد المتن يعني من الذي روى وهذا الكلام أيش معناه إلى أي نوع يعني مثلا أنا سأقول الكلمة الآن بتخص جاني خبر من أول أنه هذا الذي إيش اسمه تبع المحكمة العليا عوني منصور عدلي منصور جاني خبر أنه هذا سبتي شو سبتي يعني سبتي يعني يهودي وأنه هذا سبتي وهذا راح يصير أنا أضرب المثل فقط للتعليم طيب أحد حدلي منصور سبتي كبيري ومنسوب الخبر للإعلامي تبع قناة الجزيرة اللي اسمه أحمد منصور طيب أحمد منصور رجو العاقل كذلك أنا لا أريد سايد دعايا لأحد تحققت طلع أحمد منصور الخبر متسوس عليه ما له علاقة قاله ما عنده صفحة أصلا على الفيسبوك يعني القضية طيب هذه هذه واحدة أول شيء قبل أن تاني شيء راح ضربت على اسم عدلي منصور من هو عدلي منصور عدلي ابن محمود منصور طيب إذن يعني عدلي ابن محمود إيش أسرة عدلي عدلي عنده ولد اسم أحمد طيب يعني الله لما تقولي سابتي وأنا طبعا في ذهني طيب هذا عدلي منصور وهذا أنا عد أقوله لأنصار مرسي اللي هن هن صحابنا اللي يمكن بعضهم بجهل أو هذا اللي دس الخبر طيب ما هو مرسي اللي عينوا من قبل أيام رئيسا للمحكمة العليا أنا أشرح كيف يمكن أن أنقض الخبر لا يجوز إذا الخبر بسموه الإشاعة الحالمة الخبر بحكي لي على جرحي بتقبط فيه وبكم شو بتلاقي الناس بدت إيش تتداولوا وبيكبر مثل كرة الثلج هذا ليس شأن المسلمين ليس شأن المؤمنين ليس شأن العقلاء ليس شأن المفكرين بقولك شرل البارحان تقدوك في إحدى القنوات المصرية لما قلت أنه اللي رموا من الشسمة هم الجماعة الإنقاذ اللي رموا أنا ما قلت قلت واحد مسكوا موجود اثنين هما مسكوا اثنين هسا ايه فقالوا من وين من وين هذا اللي يحكي في المستقلة وبيقول أنه جماعة ما هو ممسوك عنده ايه هو المسكوب اعترف قال أنا ايه وطلعت اللحية تابعه محلوقة ايه 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 هذا هذا يعني هم أنا من هذا شوف هذا من نقد المتن أنا من الوقت ما شفت شكله لحيته بهذه الطريقة عرفت أنه هذا متسوس لأنه يعني هذه الحالة وشيء للعلم الأسود العلم الأسود تبع القاعدة يعني واضحة هذه من طلق بشار الأسد ومن طلق كان عندهم واحد اسمه صلاح نصر اللي اللي فتك كان يطلق الكلاب المسعورة على الأدساد الآدمية الحية في سجون مصر عندنا جهادات موثقة هؤلاء الآن يريدون أن يعوذوا ليحكموا مصر يا دكتور نبيل لذلك أنا أقول للمصريين وراء صندوق الاقتراع مهما كان مذهبك خسرت اليوم بتربح بكرة لكن إذا خسر صندوق الاقتراع وانكسر اليوم لن يربح منكم أحد في الغد أنا ما لي متعصب وأنت تعرف أنا كنت ألوم وأحكي على الأخوان وهذا صار وهذا ما صار ليست عصبية حزبية لا يجوز خلي العقول اليوم طيب أنا ما أريد أفتح الملف المصري طيب اليوم طلع إعلان دستوري جديد بدأت هذه الحزمة تتفكك طلع خمس آراء من تمرد قالوا إحنا ما أدرينا بالإعلام ولا أحد شاورنا فيه وبدنا ندرسه وإنا عليه اعتراضات وبدنا ننوجه مدريمين قال أنا برفضه وبنسحب مدريمين قال أنا بقبله لكن لازم يكون إذن في شيء كانوا علمونا بالفيزياء يقلون في فرق بين المزج وبين الاتحاد ويضربوا مثل لما يخلط لنا الأستاذ العلوم وهذا صف الخامس كانت تعلمه إنشارة الخشب ببردة الحديد يخلطها هيك يخلطها يخلطها يقول يا ابني هذا مزج إيش معنات مزج يروح يجيب قطعة مغناطيس يدخل المغناطيس هيك تأخذ الحديد ويتم يقول بعدها شغلة تانية يحطها بأمبوب حمض وأسيد يقول هذا اتحاد بس خلطها شغلتين في بعضهم يقول هذول ما بقى يمكن نفصل لهم ففرق بين رابعة العدوية حيث الاتحاد وهذول الشباب الصادقين في ساحة تحرير أبنائنا وأبناء وطننا وأبناء أمتنا وبين المزج الآن المزج بأسرع ما يمكن يمكن إنه يتفكك يعني على كل حال فنحن هذه تعريجة صغيرة على ما يجري في مصر لأن ما يجري في مصر وشيء مهم أخي نبي ما رأيك اسمح لأنه نحن في مصر وقبل ما ننسى اليوم الوجه الحقيقي للثورة المضادة أنا أعتقد مو بقولوا عليها ثورة التي يحصل في مصر هي ثورة مضادة ثورة ضد الشرعية القرار الذي اتخذوه بالأمس بمنع دخول السوريين إلى مصر وإلا بميزة ثلاث طائرات مرجعية وكانوا بدون يردوا حتى هيفام المالح بتعرف هيفام المالح هو كان رافع راية أنه يصير مقر الائتلاف في مصر وأنه هذا هو عنده هويام بحب المصريين والقيادات المصرية وكان يقول أحزاب المعارضة المصرية تقف معنا الآن هذا الحال يقول لليوم شاب على الفيسبوك على ذمته أنه ذهب إلى السفارة المصرية يقدم طلب فيزا قالوا له بترجعنا بعد شهر أحد الشباب السوريين يقول ذهبت إلى السفارة المصرية وأنا لا أؤكد الخبر يقول بأنه ذهب وقال له نريد لا لا نحن نحكي عن الطائرات التي رجعوا هن رجعوا طائرات لكن الآن صار تقليد الآن السوري كان لما تضيق به الأحوال ويعرف حاله مثلا فيه بلدان عربية عديدة لا يحتاج فيها إلى فيزا لماذا أعادوا السوريين أعادوا الطائرات السورية تحالفا مع بشار الأسد لأنه مشروع واحد مشروع البستار تحالفا مع بشار ولا ضد بشار لا مع بشار هؤلاء السوريين اللاجئين السوريين الذين جاءوا يريدون أن يلجأوا إلى مصر هم أعادوا هؤلاء لأنهم لا يريدون أن يستقبلوا هم الآن يعلنون ضيق هم مع حرية الرأي طيب أنا اللي أقوله الآن ما هو حرية رأي أليست الدمقراطية حرية رأي طيب وهن عبداف وعبقوله ثورة حرية واستكمال الثورة ليش عندهم قنوات إعلامية مغلقة ليش متضايقين من القنوات التي تشير إلى مواطن الخلل في موقفهم إذن الآن هذا حلف بشار الأسد حلف الذين يؤمنون بحكم البسطار العسكري العسكري في مصر سيتحالف مع العسكري في سوريا شيء بديهي وجوه الاستبداد في مصر ستتحالف مع وجوه الاستبداد في سوريا شيء بديهي نظام الفساد هؤلاء في كثير من المصريين الآن كان لهم مكاسب في أيام مبارك لا يريدون أن يفقدوا هذه المكاسب هم سيدافعون عنها وهم بالتالي يتحالفون مع هذا الأمر واضح أنا أقول يجب أن ونحن عندما ننتصر لمشروع الشعب المصري في الحرية والديمقلوق لأنه مشروعنا واحد يجب أن ينتصر صندوق الاقتراع أنا لا أقول يجب أن ينتصر الأخوان المسلمين في العالم العربي ولا أقول يجب أن ينتصر حكم الشريعة أنا أتمنى أن ننتصر حكم الشريعة وأريد وسأعمل لذلك لكن لا أقول يجب أن ينتصر يجب أن تتصر إرادة الشعب وأن ينتصر صندوق الاقتراع عندما ينتصر صندوق الاقتراع سوف ننتصر جميعا هذا هو النصر الذي يجب أن نسعى إليه بكل المعايير فهذا هو الحال الذي نحن نمضي إليه أخي نبيل الآن على الساحة المصرية يعني بهذا التغيير الجديد هو تغيير خطير وأعود فأقول يجب أن يتعودوا أن يستمعوا النقد وأن يستمعوا أن الناس تدينوا موقفهم دون أن يتخذوا إجراءات معادية لهؤلاء الناس ودون أن يحاولوا أن يحبطوا مشروع الثورة في سوريا بأي شكل من الأشكال فهذا الذي نعمل عليه تقول وزارة الخارجية الروسية أن قرار مجلس الأمن أحادي فيما يخص حمص لماذا أحادي؟ يعني طبعا هم ساءت أو شاهت وجوههم عندما اتخذوا قرارهم ووجدوا أنهم أصبحوا سبة بين العالم أنهم منعوا بيان مش قرار بيان من مجلس الأمن يطالب بفك الحصار عن الأسر المحاصرة في حمص وصاروا موضع تندر وسبة وغمز ولمز من كل شعوب الأرض فأرادوا أن يدافعوا عن أنفسهم يعني هم رأيهم قبل أن تحل مشكلة هذه الأسر التي تعيش تحت القصف والقتل والتدمير في حمص يجب أن تحل كل مشاكل العالم وبالتالي هذا البيان طيب هم يقولون طيب ليش ما تحكوا عن القريتين الجانب حلب ما أحد عب أقصفهم بالطيارات ولا أحد أقصفهم بالمدفعية ولا أحد مانع عنهم شرب ولا أحد مانع عنهم الخبز ولا أحد مانع عنهم الدواء لكنهم يريدون دائما أن يخلطوا الأوراق لكي يأخذوا براءة لأنفسهم لموقفهم الغارق في الجريمة أنا لا أقول الموقف الروسي في سوريا غارق في الجريمة شريك فيها شريك في دم الشعب السوري لذلك البارحة خرجت علينا الخارجية الروسية تقول بأننا كنا نوافق على بيان لو كان البيان متوازن طبعاً صاغ البيان هذا أخي نبيل حتى يكون المشاهد على علم ليست دولة من الدول الكبرى يعني صاحبة العضوية الدائمة في الأمم المتحدة الذي صاغ هذا البيان هو دولة من الدول الغير دائمة العضوية يعني الدول التي لها دور في المجلس الأمن يعني شبه دول محايدة صاغت هذا البيان وقدمته لدول الكبرى التي وافق عليه لاستنقاذ أهل حمص فأعاد الروس الوقوف ضد أهل حمص ضد أطفال حمص ضد نساء حمص ضد مشروع أن يعيش الشعب السوري في حمص أو أن ينقذ هذه الشريحة من أبناء الشعب السوري في حمص هذه جريمة وجريمة ضد الإنسانية وكل هذه المواقف التي تتخذها الآن روسيا في مجلس الأمن يجب في يوم الأيام أن تحسب عليها كجزء من الاشتراك في جريمة الحرب التي تدور على الأرض السورية طيب هناك مجلس المفتين في روسيا يدعو المسلمين في سوريا ومصر إلى عمل هدنة لمناسبة رمضان أو بدون رمضان يعني في روسيا بدأوا يتفننوا هدول المفتين الأرثوذوكس ولا إيش لأنه نحن ما اسمعنا روسيا غير بالدافع عن الأرثوذوكس دائماً المفتين لا يمكن لأرثوذوكس يكون مفتين لا ممكن في الروسيا ممكن كل شيء يعني هذا أنت بتحكي عن روسيا حدث عن الروس ولا حرج فالقصد يعني هذه للنقطة أخي يعني أن يجتمع مجلس المفتين في روسيا يعني لا يسمحون للمسلمين أن يفتون هناك والله يا سيدي إذا كان المفت في سوريا بقول أنا بتعكله أنا سمعته هو بقول مرأة قال أنا ما ليه مفتين المسلمين أنا بتعكله في روسيا أيش بدأوا يقول على كل حال يعني هذه فرقة حسب الله من يعني أنا بارحة في موقفه بنرجع لأنه مصر ضاغطة أنا سمعت أنه البارحة الشيخ الأزهر بعد أن قرئ بيانه الأخير اعتكف في بيته بعد المجزرة التي جرت في مصر أنا أقول وأنا دائما احترامت هذا الرجل من أول يوم جاء فيه إلى المشيخة وأحب وأنا دائما لا أتعجل للطعم في الناس أحب أن أحتفظ باحترامي له أنا أقول دخوله مع السيسي كان خطأا هل أنصفه الإخوان المسلمون؟ أنا أكلم لا مش أنت هل أنصفه إخوان المسلمون في مصر؟ هو ما أنصفه أنا أقول له هو ما أنصفهم هو أنحاز إلى فريق البغات وقال لدفع أهوان الشرين أنا استمعت إليه يتكلم يعني أنحاز إلى الباغي قال لارتكاب أهوان الشرين طيب هؤلاء الناس الآخرون أليسوا مسلمين؟ أليسوا مواطنين؟ أليسوا مواطنين؟ أليسوا مواطنين؟ أليسوا مواطنين مصريين؟ أهدرت حقوقهم؟ أهدرت حق رئيس شرعي منتخب؟ وسلمت الأمان؟ هذا خطأ أنا لا أقول هذه أنا يجب أن نتكلم هذه خطيئة هو الآن شعر بالخطيئة أراد أن يصحح هذه الخطيئة فطلع بيان أنه خلال يومين يجب أن يكون هناك أمر ما هو محاسبة لما جرى وهو الآن قيل أنه معتكف في بيته أنا أقول هذا الاعتكاف الآن لم يعد كافيا أنت بعد أن أصبحت جزءا من هذه قال اللي أعقدها بحلها أنت كنت شريكا في إيصال مصر إلى هذا الذي هي فيه أنت كنت شريكا إذا كنت شريكا في إيصال مصر إلى هذا الذي هي فيه؟ في هذه الدماء التي أهدرت كل الذين وقفوا مع السيسي في جريمته التي ارتكبها كانوا شركاء في هدر هذه الدماء أنا أقول لهؤلاء المفتين أيضا الآن الذين جمعهم بوتين أو لافروف أو لعلهن رتبتهم أقل بيجمعهم من هو أقل من ذلك يعني قال لم تسلح فأصنع ما شئت يدعون السوريين والمصريين إلى أن يتوقفوا عن المواجهة يعني إلى أن يرضقوا لأعداء إلا هم لو دعوا هؤلاء البغاة الظلمة لو دعوا بشار الأسد الظالم المعتدي قاتل الأطفال قالوا له توقف عن قتل الناس في رمضان أنت سألتني عن موضوع الهدنة ونحن قفزنا عنه الذين يطالبون بالهدنة من؟ من هم أطراف الهدنة؟ أطراف الهدنة الذي يمتلك الطائرة والتي يمتلك المدفع والذي يمتلك الصاروخ البعيد المدى والذي يمتلك الجنود والذي يستجلب الجنود من خارج حدود الوطن ليقتلوا يستجلب العراقي والإيراني واللبناني ليذبحوا في سوريا هذا هو الطرف الذي يطالب بأن يقوم بعقد هدنة مع نفسه هدنة من طرف واحد أن يقول للسوريين ناموا مطمئنين لن يضرب لن تسمعوا في رمضان إلا صوت المدفع الإفطار ومدفع السحور لن تسمعوا في رمضان صوت القذائف لن تسمعوا في رمضان هدير الطائرات لن تسمعوا في رمضان وقع صواريخ البعيدة المدى لن تسمعوا في رمضان كل هذا ناموا مطمئنين صوموا مطمئنين صلوا مطمئنين صلوا تراويحكم مطمئنين هذا الذي يملكه طرف واحد يجب أن يكون الحديث الذي يخرج عن مسؤولين كبار أنا سمعت أنه بانكيمون يطالب به طيب ما ليش طالب به طالب القاتل أن توقف عن القتل طالب الذي يملك كل أنواع الأسلحة أن يتوقف عن هذا الفعل أما أن تطالب الطفل الذبيح أن يتوقف عن الاختلاج بين يدي ذابحه يعني أنا ما رأيت منطق ساقط الآن رئيس الائتلاف نفس الشيء دخل على الخط من الذي يمنع الهدنة؟ الهدنة نحن نطالب فيها في رمضان وفي شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة نحن لا نريد قتالا في سوريا نحن من أول يوم في سوريا كنا وما زلنا من حيث المبدأ نرفض الاحتراب ونرفض رفع السلاح ونرفض عسكرة الثورة والآن نقول نرجو أن تسود الهدنة شعب سوريا وأرض سوريا ونرجو لسوريا كل خير خاصة شعبها الذي عانى كثيرا إلى هنا عزاء المشاهدين أشكركم على كرم المتابعة وأشكر ضيفي الأستاذ ويرسال مدير مركز الشرق العربي في لندن أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة